والمباراة القادمة للزمالك مع أبو سليم الليبي اللي حيلعب ظهير أيصر هو عمر جابر الحتة دي يعني نحس في الزمالك كل محد يلعب يتعور فتوح يتعور مع ملتخب مصر في العضلة الخلفية لسه مش جاهز بنسبة 100% محمد عبدالشافي طبعا بقوله ألف سلامة إصابة أطع في الرباط الصليبي ناحية الشمال الزمالك كان ماشى عبدالله جمعة في انتقالات يناير ودى بلدية المحلة أو استغنى عنه وهو عبدالله جمعة راح بلدية مبقاش في حد بيلعب ناحية الشمال فجوميز وظف الفترة اللي فات إبراهيمان ضاي ناحية الشمال إبراهيمان ضاي تعور في ملتخب الاسماعيلي وما فيش حد يلعب ناحية الشمال غير عمر جابر عمر جابر جوكر بيقدر يلعب المركز ده اللي هو يلعب ممكن يلعب ظهير أيمن ممكن يلعب ظهير أيصر ممكن يلعب في نصف الملعب فجمس حاطط عمر جابر كظاهير أيصر في المباراة القادمة بالنسبة لنادي الزمالك أمام أبو سليم الليبي إن شاء الله